أكد وزير الخارجية والتعاون الدولية المالية عبدالله ديوب مجددا تمسك الحكومة المالية بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثقة عن مصاري الجزائر وخلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومسؤولي المنظمات الدولية المعتمدة في باماكو أوضح ديوب أنه يجري تصور وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمصاري السياسي في إطار مقاربة توفقية وشاملة وشار ديوب إلى أن السلطات اتخذت إجراءات قوية ولا رجعة فيها للعودة للنظام الدستوري آمن والسلمي مضيفا أن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء الدستوري المقرر في الثامن عشر جوان المقبل يندرج ضمن هذه الديناميكية بهذه المناسبة نود شكر الدور القيادي الهام للوساطة الدولية التي تقوم بها الجزائر رغم كل صعوبات تبقى الحكومة المالية متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة موسيقى موسيقى موسيقى